مشروع قانون المالية للسنة المقبلة الذي أضحى القانون الأكثر جدلاً بالجزائر بسبب جملة الانتقادات اللادعة التي وجهت له منذ الإعلان عنه من قبل الحكومة المشروع الذي صنفت بنوده من قبل الكثيرين ضمن خانة الإجراءات العقابية للجزائريين إجراءات حركت حفيظة النواب الذين يفترضوا بهم أن يكونوا من أكبر المدافعين عنه وهم نواب حزب السلطة الأفلان لكنه لم يحرك ساكناً في صفوف نواب التجمع الوطني الديمقراطي الاندي كان مشارك في التعديلات لدارتهم اللجنة قبل ما يدرس أو قبل ما يناقش القانون في جلسات العلنية كان عندنا في اللجنة تعديلات وكانت تعديلاتها قبلته وتقدم المشروع قانون معدل من طرف النجلة أربعة أيام من المناقشات التي خصها النواب للمشروع انتهت بتقديم 86 دعديلاً من نواب الشعب 60% منها مصدرها نواب الأفلان تعديلات غابت عنها كتلة الأرندي النيابية موقف لا يعكس ردة فعل زعيم التجمع أحمد أويحيا عندما طالب الوزير الأول بضرورة مصارحة الشعب بالحقيقة والتي اعتبرها الكثيرون وقتها بأنها مغازلة لمنصب الوزير الأول وكانت هناك تعديلات وحذف بعض المواد من طرف اللجنة التي تجمع الوطني الديمقراطي موجود فيها وموجود فيها بكثرة وكان لهم دور فعال في تعديلات التي قامت بها اللجنة الأمين العام بالنيابة للأرندي المعروف بمواقفه الداعمة والمساندة المطلقة لبرنامج رئيس الجمهورية لم يسمع له صوتا بشأن مشروع قانون المالية على غرار غالبية الأحزاب السياسية ويبدو أن الأرندي قد فصل في أمره بالوقوف إلى جانب الحكومة وهو ما يظهره موقف النواب الذين أبدوا انسجاما مع موقف قيادة التجمع الداعمة وبدون شروط للحكومة وهو ما يعزز فرضيات تمرير قانون المالية من دون اعتراضات